سؤال بعد كده لو سمحت دكتور عمر انا جوزي متغرب من سنتين ومنزلشي ومعايا بنتين اعطع الكلام معايا من اربع شهور بيكلم بناته فقط وبيبعت فلوس ليهم فقط بعد تدخل الاهل قال مش عايزك واللي واللي لعيالك هتخديه وقدريني موت لا حاوله لا قوت اله وبتخديه معاشي وكله بيقول لي ربنا يعوض عليك والعمل ايه دكتور وحكم الشرع انا عايزة انزل اشتغل اصرف على نفسي وهو حارف يمين طلق ما اشتغلش كده انت حضرتك عملتها ايه عملتها زي ما بيقولوا كده عندنا عقرب شنيط يعني ربطت الاشياء ببعضها تعالي نمشي واحدة واحد انت سألتيني عن ثلاث حاجات وكانك سألتيني هل يجوز ان الزوج يعمل كده انه يقاطع زوجته لا ده من باب الفتن الزوج اللي ما بيكلمش مراته وهي ست ايمع على اولادها ده راجل فتان الراجل لما طول في الصلاة على الناس وكان حب رسول الله انتو مش متخيلين ان ايه اللي حصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان بيصلي وبعدين لقى سيدنا معاذ جنبه فقال له يا معاذ في حاجة بقى انت يعلق اسمه وكان عايز يخلي الحديث ده مربوط باسم سيدنا معاذ قال يا معاذ اني لا احبك فقال لي سيدنا معاذ سيدنا معاذ ده حب رسول الله يعني زي ما سيدنا زايد وسيدنا اسامة حب رسول الله الحب ابن الحب سيدنا معاذ حب رسول الله بيحبوا حضرت النبي ولذلك اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل بيحبوا عشان راجل متدين وراجل عالم فكان بيحبوا حضرت النبي من ورثة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ فقال له ايه اني لأو حبك يا معاذ فحضرت النبي قال له كده فلما قال له كده حضرت النبي حضرت النبي قصد ايه قصد ان هو يبين حب رسول الله سلم ليه مره صلى بالناس فطول سيدنا معاذ طب ده حبيب رسول الله يعمل ايه بقى يقول له افتان انت يا معاذ يا نهرى بيض عشان بس تطول عليهم في الصلاة طب واللي طول على مراته ويخليها اربعة شهر ما يكلمهاش هي بقى قلبها بقى فيكون عونا للشيطان عليها افرد السيدي وانت بتعمل كده وقعت في الفتنة واحنا عندنا مثل عربي كله ساقطت لا لا قطة يعني لو حصل منك ان انت سبت حاجة في حد تاني يمسكها لو انت فرط في احتواءها والعيز بالله في ناس كتيرة مترصدين فانت فتنتها وفتنت نفسك طب بتعمل كده ليه عشان مشاكل حل المشاكل دي اذهب لمتخصص حل لك المشاكل دي فاول حاجة انقطاعه عن الاتصال بيك اربعة اشهر حرام ادي اول حاجة عشان بس نمشي واحد واحد السؤال التاني بقى هو بيبعد فلوس لأولاده وانت لسه على زمته لازم يبعد فلوس كمان نفقتك انت كمان هو مش بيبعد دلوقتي النفقة اللي واجبة عليه مش نفقة الأولاد بس انتو مش متطلقين لو لسه متجوزك فانت لازم يبعد لك نفقتك انت كمان فلازم يبعد نفقة الأسرة مع بعض بيما فيها انت يعني ما ينفعش يبعد فلوس مدارس وفلوس بس اه اصاط المدارس ومعرفش ايه وانت ما يبعد لكيش أكل تأكل بيه لا انت لسه مراته فهو يجب عليه انه ينفق عليك دي تاني تاني حاجة تالت حاجة فكرة بقى انه قدريني موت ما قدرناكش موت يا سيد انت لسه موجود وليسه عايش وليسه يجب عليك ان انت ان انت تراعي أولادك وتراعي بيتك كلكم مسؤول كلكم راعين وكلكم مسؤول Xiaomi عن راعيتي الرجل راعين في بيته الرجل راعين ومسؤول عن راعيتي والمرأة راعيتهم في بيتي زوجها فهي مسؤولة منك اه مسؤولة من ماينفعش يا جماعة احنا وبنجي نتكلم نجي للزوجة نقولها بدل انت زوجة ايو ما ينفعش ماينفعش تمتني عن زوجك وبعدين ييجي للزوج نقوله ان هو من حق LT ان هو يمنع حقها ويبهدلها لا والعزب الله ده نوع من أنواع الفتنة فيتق الله سبحانه وتعالى يجي يقول لي بقى أنت مش عارف هي عملت إيه حتى لو عملت إيه عندك أنت لازم تنفق عليها زوجتك لسه على زمتك فما تجيش تقول لي عملت إيه زوجتك عليها على زمتك أنت مسؤول عنها تنفق عليها زي ما تنفق على أولادك جات بعد كده إيه اللي حصل يعتبرين يموت ويعتبرين يخد لا مش هتعتبرك موت الشرع اللي هيعتبرك قد موت الشرع يعتبرك حي وعليك أن أنت تنفق على بيتك بيتك ده اللي هي زوجتك وأولادك ببساطة خالص عشان بس مساء الواضح بعد كده بتقول طب أنا أعمل إيه بقى أعمل إيه في اللي أنا فيه ده طبعا ما عندهاش أكل مش قادرة تصرف على نفسها ما عندهاش شيء تصرف فيه على نفسها فإيه اللي حاصل فمش عارفها تعيش فوحلف عليها أنه ما تتشتغلش لو كان جوزك وانت بتشتغلي اشتغلي ونفقها عن نفسك لو جوزك وانت بتشتغلي فهو خلاص راضي بأنه راضي بأنك أنت بتشتغلي بدأت جوزك وانت بتشتغلي بخلاص هو راضي بأنك أنت تشتغلي لا ما كنتش بتشتغلي هو ما كانش راضي بتشتغلي فهو حلف عليها أنه ما تشتغلش وعشان يعمل إيه؟ عشان يكسرك لا يتقل الله سبحانه وتعالى اتقل الله سبحانه وتعالى هي أنت لو كنت بتتعرض للخطر ولا تجدي سبيل الحصول على مال يعني ما عندكيش أموال تخدية من أهلك يبا ما توقعيش الحلفان بالطلاق لأن احنا مش عارفين هو حلف في إيه لو أنت عندك شيء تستطيع أن أنت تعيشي به يعني أموال من أهلك أو شيء تستطيع أن أنت تحصلي عليه فخلاص ما تنزليش الشوك أما وإنك خلاص مش لقيت تاكلي ولا تشربي ولا لقيت تعيشي فلو نزلت إلى العمل أنت معلكيش قسم ليه؟ لأن حضرة النبي في داخل هذا في داخل قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فكان دا استثناء المفروض أنه ماله لا تأخذي منه يعني المفروض ملك الراجل دا لا تأخذي الفلوس من وراه لكن لأنه واجب على أنه ينفق وما أنفقش فجاز لك أن تأخذي من ماله حتى تنفق عليه في سبيل الواجب اللي حصل دا أما وإنه كمان ما أنفقش عليك وبيعرضك للخطر خطر أن أنت ما تقدريش تعيش بشكل صحيح فلك أن تنزلي إلى العمل ولا تكوني آثمة وهو الذي يكون آثما بأن ضايع أهله بأن ضايع أسرته حد يجي يقول لي بس أنت مش عارف أنا حرفت عليها ليه وعملت كده ليه يا سيدي احنا بنقولك ما فيش الكلام دا أنت دلوقتي المفروض تعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف ما أعطى تأش ما يكفيها وولدها بالمعروف تموت ولا عليها أن تسعى لكي تعفى نفسها ولأنت عايز إيه اللي يحصل يعني لا هي أصلا وده ليس معناه أن الرجل لما ينفق على زوجته ومتفق معاها وهم ما بتشتغلش أن هي أنا بقولها روحي وهو بينفق عليها وهو متفق معاها أن هي ما تشتغلش وأن هي في ساعة من الرزق لا 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 احنا بنكلم على حالة دي فتوة تعين دي فتوة لهذه المرأة اللي جوزها ما بينفقش عليها وهي مش لا يتاكل وهو حالف عليها أن هي ما تنزلش تشتغل يبقى إيه اللي حصل ببساطة خالص يبقى ببساطة خالص عليها أن تحافظ على نفسها طيب في حاجة كمان لازم نقولها أن في الحالة بتاعتنا دي لازم يبقى فيه تفاصيل في لفظ الطلاق يبقى احنا بنقسم المسائل كده جاوبنا على السؤال التاني السؤال الأول والسؤال التاني والسؤال التالت ونجاوب على سؤال مهم جدا هو دلوقتي تلفظ بالطلاق وهي مش عارفة وهي كده تبقى اطلقت ولا ما اطلقتش مش عجوبك على ده لأنه هو لازم نحقق معاه في مسألة الطلاق وبعيد التكرار على الناس اللي بيفتوه على الهوى أرجوكم ما تفتوهش على الهوى في مسائل الطلاق من غير ما تحققوا مع الزوج وأنا بقول كده أن مسائل الطلاق ليست محلا للجواب عليها الهوى عشان أسرار البيوت وعشان كمان أنت لازم تتحقق من الزوج لازم تتحقق من الزوج تسأله لكن حد يجي يقولك زوجي قال لي كذا 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 فتفتيها فيطلع زوجها قال حاجة تانية ما ينفعش مش دوت ليس هكذا نتعامل مع مسائل ليتشدد الشرع في التعامل معها وخاصة في مسألة للسائلين مسائل الفروج ومسائل الايه مسائل الاعراض ومسائل الدماء فلازم ببساطة خالص ان احنا نسأل الزوج هل ده نوع من أنواع قهر الزوجة أبدا ده نوع من أنواع التثبت وعيد المثال داني واحفظه المثال ده لو واحد مريض وعنده مرض خطير اطلق مرض خطير مرض منزلي خطير مرض أسري خطير فواحد عنده مرض خطير فواحد بيقول له والله أنا ابن خلتي عنده والله مرض خطير فممكن تكشف علي وتكتب له العلاج هقول له ايه يا رجل خليك عائل وعاد ايه هات ابن خلتك اكشف عليه عشان اكتب له العلاج الصحيح كذلك في مسائل الطلاق فنصحتي ان مسائلة الطلاق لا تعتبر نفسك ده مطلقة ده مطلقة ولكن زوجك لابد ان هو يتصل بنا مباشرة عشان نتعامل مع مسائلة الطلاق دي